أستاذ باسل، إحنا زراعة القطن من نسبة لمصريين هي زراعة قديمة جداً ومهمة جداً والحقيقة أنه كان فيه لقاء مع محافظ دمياط من شهر تقريباً كان بيدور حول سبل دعم زراعة القطن ده كان في إطار طبعاً مشروع القطن الأفضل مستدام PCI لو حضرتك تكلمنا يا فندم عن هذا المشروع مشروع القطن مشروع مهم جداً أولاً لأننا نشجع أن زراعة القطن تنتشر على مساحات أكبر أحد أهدفنا هو أن نخلي كمية الانتاج تكون أكبر بكتير خاصة وأن القطن المصري وخاصة القطن الطويل التيلة هو أفضل مش من الأفضل هو أفضل قطن في العالم ثانياً من ناحية المعاملات خلال الجودة جودة وإحنا قمنا بزيارة حديثاً لمحافظة دميات وبعض القرى التي يزرع فيها القطن أن التعامل وطريقة الأطف وطريقة مش بس طريقة الزراعة وطريقة الأطف وطريقة التوضيب والتصنيف ABC إلى آخره تكون بشكل متقن يجي المستورد يلاقي الحاجة جهزة ياخذها ويصنع بل وزرنا مصانع هناك مش عايزة أذكر أسامي دلوقتي وجنسيات مصانع فيه مصانع تعمل على الأراضي المصرية تعمل مئة في المئة لصنع الخيوط من القطن المصري وتوردها حاجة مهمة جداً عملها البروجرام هي ربط القطن المصري بالمنتجات العالمية برضو مش عايزة أسمي بس خدي أهم منتجين للقطن المصري في العالم اللي هي ماركات معروفة يعني ابتدت تستورد من المصانع دي اللي هي بتاخد من المزارع اللي احنا شغالين عليها القطن المصري بتحولوا له خيوط بيروح ليهم عشان يصنعوا أفضل الألبسة القطنية في العالم من القطن المصري وده ما كانش حدث لو لا تجاوب كل الأفريقاء إن كان المزارعين ولا الحكومة الجهات الحكومية الموجودة في المحافظات فعلاً ساعدونا جداً أو برضو جهدنا اللي عملناه عشان جبنا الشهادة اللي حضرتك ذكرتيها اللي هي سهلت بشكل كبير توريد القطن المصري داخلياً وخارجياً صحيح يا فاند مرحباً إنه اللي بيسافر بره عارف كوي القطن المصري بالنسبة لهم بره إياه من أغلى من أغلى بالفعل من أغلى أنواع الملابس وكلمة ميدين إيجيبت بره كلمة بتقدر جداً أكتر حتى من عندنا بكتير طبعاً وأنا مش عايز أنا قلت لحضرتك مش عايز أذكر أسماء ولكن بأكد إن أهم مركات العالمية اللي بتصنع الملابس القطنية دلوقتي متجهة وإحنا جمعنا الكل يعني مثلاً أقول معلش اسم الدولة شركات إيطالية اللي هي معروفة جداً بتصنيع الملابس بتعتمد الآن القطن المصري يقدر نقول اللي حصل في قطاع زي أو ملف زي ملف القطن المصري ده هيرجع أو هيعيد إحياء القطن المصري لسابق عهده؟ والله ده الهدف بتاعنا يعني ما أدرش أقول دلوقتي إلى أي مدى سننجح في ده ولكن ده الهدف بتاعنا والدليل على ذلك إحنا البروجرام تقريباً المرحلة الأولى منه انتهت ولكن إحنا حضرنا مرحلة تانية هنبتدي نشتغل عليها حالياً فإحنا دقوبين جداً في العمل على ده لتحقيق هذا الهدف لأن الهدف النهائي لنا هو إرجاع القطن المصري إلى ما كان عليه منذ أعوام وعلى فكرة سل من نجاح ابتدى يعني نجحنا كل الأهداف اللي كانت المرحلة الأولى حقنا المرحلة التانية بقى هتبقى تبقى على أكبر وعلشان كده الاتفاق مع محافظة دمياط كان على أن احنا نوسع دائرة عملنا في القرى لكذا مئة قرية جديدة لنقوم بما قمنا به على مستوى أكبر للتكبير زراعة القطن المصري